السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية لجميع مرحبا بكم في فيديو جديد اذن المنتخب الوطني المغربي سيواجه اليوم على الساعة السادسة مساء بتوقيت المغرب منتخب الصيراريون في لقاء ودي والاخير بالنسبة للعناصر الوطنية قبل الدخول في غمار المنافسة على كأس أمم إفريقيا ان شاء الله بحول الله السابع عشر يناير من هذا الشهر لم يتبقى فقط يومين على انطلاق افتتاح كأس أمم إفريقيا المباراة دي المنتخب الوطني المغربي سيكون في السابع عشر من هذا الشهر ضد منتخب طنزانيا كل توفيق ان شاء الله للعناصر الوطنية هذه المباراة الويدية المدرب وليدر قريقي اختارها انه تلعب في الملاعب دي الكوديفور والحاجة الوحيدة اللي سنتكلم عنها هو انه التشويش الذي كان تقريبا قبل أسبوع من الآن على المنتخب الوطني المغربي ومنذ وصول البعثة دي المنتخب الوطني المغربي إلى كوديفور والإعلام الجزائري يتحدث على المنتخب الوطني مغربي ويتحدث على الأقجع وعلى كولسة والغريف في الأمر هو أنهم تقوا واحد دعاية لزطموا فيها حتى الإعلام التونسي وكذلك الإعلام المصري وخلوا المنابر إعلامية أو قنوات إعلامية رسمية كتكلم عن المباراة دي المنتخب الوطني مغربي الودية ضد منتخب السيراليون قال لك سيدي المباراة ستلعب في ملعب لوران بوكو الرسمي الذي سيحتضن المجموعة دي المنتخب الوطني المغربي اللي فيها الكونغو الديموقراطية كذلك تانزانيا وزامبيا هذا الخبر عارم عن الصحة هذا الخبر كاذب فقط الإعلام الجزائري أراد التشويش على المنتخب الوطني المغربي وفقدوا المصداقية دياله لأن معظم الكلام اللي كنشوفه في البلاطوهات الجزائرية صراحة غير صحيح واليوم الحمد لله ظهر الحق وزهق الباطل وتبين بأن كان الهدف ديالهم فقط التشويش على المنتخب الوطني المغربي دائماً كيستغلوا أي هفوة وأي خطأ بسيط صراحة ملكاف ولا مثلاً قسمتوا ويروجوا أشياء لا أساس لها من الصحة أنا كنشوف يعني شنوه هو الهدف ديالهم باش أنهم يتكلموا يقولوا بللي المنتخب الوطني المغربي غادي يلعب على الملاعب ديال كأس أمم إفريقيا وكنعرفو هاد الخطوة ممنوع لأن كوضي فور منيك تسلم أو البلد المنظم لكأس أمم إفريقيا منيك تسلم الملاعب دياله للكاف يعني كيكونوا تحت السيطرة ديال الكاف يعني الكاف إلى خلات المنتخب الوطني المغربي يلعب على ملعب لوران بوكو اللي غاد يحتضن رسمياً كأس أمم إفريقيا فهذا خرق للقانون ولكن الإعلام الجزائري السغري من أين آتوا بهذه المعلومة أنا من بعد راح حطيت فيديوهات سابقة وشتوا يعني كنت شت بعض المنابر إعلامية ديالهم والصفحات اللي كانوا حطوا فقط كتعليق لكن لغد لي خرجوا البلاطوهات ومنابر إعلامية وقنوات رسمية كيتكلموا على هذا الموضوع وكيقولوا بأن فوزي القجاع والكاف كيفاش الكاف في صفحة المغرب أنه تلعب على ملعب رسمي ديالكأس أمم إفريقيا هذا الخبر واش عندكم شيء مصداقية واش عندكم شيء معلومة واش عندكم واش تواصلتم مع المتخب الوطني المغربي ولا مع التاقم التقني ديال المنتخب ولا مع الكاف ولا مع مقربي من المنتخب أنكم باش تعرفوا التفاصيل أكتر بأن هذا المبارة لن تلعب على هذا الملعب وستلعب على ملعب أوجيست دينيز الملعب ديال التدريب ديال المنتخب الوطني المغربي ملعب كما تشوف معنا هو هذا اللي راه في الصورة في الشاشة كما تشاهدو معنا هذا هو ملعب ديال التدريب ديال المنتخب الوطني المغربي اللي غاد يلعب عليه الأسود مبارا ويدية ضد منتخب سيراليون وليس الملعب الرسمي كما دعا الإعلام الجزائري كما روج لأكبر أكدوبه قبل بداية كأس الموامي أفريقيا هنا يدل على أن هاد الناس عندهم الكولاسة فقط في بلاطوهات ديال هم عندهم الكولاسة داخلية فقط أما ما يروجونه على القجاع وعالكاف وكذلك الحكام والبيع الشراء فهذا غير صحيح لا عندك متاخب جاهز را عندك متاخب جاهز ولما عندك شراء ما عندك شاشي لكين ولكن باش تكلم وتخرج أخبار مغلوطة للإعلام العربي شوفنا توانسعتها وما خرجوا وكما ستكلموا كيفاش المغرب القوة ديال القجاع المغرب غير يلعب على ملعب رسمي لأول مرة كنشوفوه هذا يحدث في كأس أمامي أفريقيا كذلك خرج الإعلام المصري لأنهم تبعوا الغالط وتبعوا المغالطات من الإعلام الجزائري اللي دائما كنشوش على المنتخب الوطني المغربي إذن إخواني رسمية لمباراة لن تلعب على هذا الملعب كما دعا الإعلام الجزائري والحمد لله إحنا في المغرب ما كنت تكلموش على الصوالح كنت تكلمو فقط على استعدادات ديال المنتخبات أكيد كنت تكلمو عن المنتخبات العربية ولكن مشيب هالطريقة أنك تشوش على أخوك المسلم وتشوش على المنتخبات العربية المنتخب الوطني المغربي أو كذلك الإعلام المغربي أو كذلك حتى الصفحة الرسمية ديال المنتخب السيراليون خرجوا قبل يومين أو نهار قبل المباراة خرجوا وكينشروا كما نقوله الصور ديالنا في الصفحة الرسمية بأن المباراة ستلعب على منعب ديال التدريب وليس منعب لورانبوكو الذي سيحتضن كأس أمم إفريقيا يعني ظهر الحق قوله هو زهق الباطل وبتبين على أن البلاطوهات والإعلام الجزائري الصراحة راكل الهدف ديالهم حاجة أخرى ماشي الهدف ديالهم أنهم الكاف والقجاع وزيد وزيد الحمد لله المتخب الوطني المغربي بخير والمغربة مجنادين وراء المتخب الوطني المغربي جمهور حاضر وخالق الأجواء رائعة مع الجماهي دي القضيفور مدينة سان بيدرو كلها مع المغرب وشفنا الفيديوهات ديال المغاربة اللي رام حاضرين تمها كذلك المنابر الإعلامية اللي كانت تمها الحمد لله كان واحد تفاؤل كان واحد تفاعل كبير كان واحد مساندة كبيرة من جمهور ديال القضيفور المتخب الوطني المغربي والصراحة واحد العشق كبير واحد الاستقبال كبير واحد تفاعل في شريع القضيفور خاصة في مدينة سان بيدرو الرائعة الساحلية واللي كتميز بشاطئ رائع ولي فيه فندق ديال المتخب الوطني المغربي من أجمل الفنادق أو أحسن منتخب عنده فندق ديال المغربية اللي هداتوا المتخب الوطني المغربي على جنب الشاطئ الحمد لله كان شوفوا اللاعبين مريحين كستمتعوا بالأجواء تواسع الحمد لله يعني هالشي اللي كانت منه وهالشي اللي خلاء اللاعبين يخرجوا بتصريحات دياله في التدريب وكذلك في التدريب ديال المتخب الوطني المغربي وكيتكلموا عن الاستعدادات الحمد لله تمر في أجواء رائعة تمر في أرياحية تمر في معنويات مرتفعة وهذا الشي اللي كانت من نواهه إذن هاد اللقاء ديال اليوم لقاء مهم جدا لوليد رقلاقي لكن الخوف والخوف من تصوير ديال المباراة لأن هاد مباراة وليد رقلاقي اختار ان تكون مغلقة امام منتخب سيراليون يعني قبل يومين على افتتاح كأس امام افريقيا شيء ايجابي ان اللعبه قبل يومين باش وليد رقلاقي يدخل بالعناصر الرسمية اللي غير يعتمد عليها في المباراة افتتاحية امام منتخب طازانيا وكان عرفوا اكيد كانوا اصابات من بينهم نصير مزراوي لن يكون موقع حتي في جوش ديال المباراة السابقة تقريباً سوالي كانت شيء معجيزة كما قال توخي المدريب ديال بام يونيخ لالألماني قال مودن نصير مزراوي يعني التاحق ابس المتخاب الموطني مغريبي هو امين عدلي اللي كانت وفاة الوليدة دياله الله يرحمها التحقب المعسكة دي المتخب الوطني المغربي قال مدرب دالباميونيخ قالك سواء لك كان شي معجيزة وقدر يلعب في كما نقول في المباراة الثانية بعد المتخب الوطني المغربي منه كذلك عندنا تقاف نصير مزراوي في طاقم طبي دي المتخب الوطني المغربي أنه اللاعب يكون جاهز في أقرب الأجال لأنه محتاجين الظاهير الأيصر نصير مزراوي يكون حاضر مع المجموعات تكلموا عن المباراة دي اليوم الودية هي مباراة ممتازة فوجي الإعلام فوجي الجماهير فوجي الجميع لأن وليد درقراجين بغاء ما يخفي الأوراق دياله الكاملة ولكن أقولها هذا الملعب الذي تشاهدونه في تدريب ملعب أوجيست دينيز دي التدريب دي المتخب الوطني المغربي أخشى أنه يتم تصوير دي المباراة وبعض اللقاطات من المباراة لأنه إذا صوروا لك المباراة رأعرفوا كشفوا الأوراق ديالك رأعرفوا نقطة ضعف ديالك يعني وجب على الطاقم التخني ديال المتخب الوطني المغربي وكذلك المسؤولين ديال المتخب أنه متكلموا مع الأمن اللي كان في الملعب كما حدثت أمس الباريحة في التدريب ديال المتخب الجزائري شافوا قال لك شي صحفي بالضروس بغاء صور تدريب ديال المتخب تدريب عادي جدا ولكن احنا هذك بغاء صور فقط غي التدريب يعني ما عندوش علاقة بالتجسوس كما خرجوهما كيقولك رأه جسس على المتخب الجزائري كده كده ثم هذك رأه فقط غي التدريب ماشي مباراة ويدية شنو غادي كتشف شنو غادي شنو غادي شنو غادي دي بيكم ثم لعبتم جوش ديال المبارايات ويدين في بلد آخر جيتوا كديروا تربوس إعدادي لكن المنتخب الوطني المغربي هذه مباراة إعدادية آخيرة قبل الدخول في غمار المنافسة على الكان يجب الحيطة والحادر أنه هذ الملعب كما كتشوفه الأصور كاين ولكن ملعب مكشوف انتقتنا إن شاء الله في مسؤولين ديال المنتخب أنهم يكون الأمن حاضر يكون الرقابة على هذ المباراة باش ما يتمشي النقل ديالها لأنا وليد الرقلاجي والطاقم تقني ديال المنتخب الوطني ما يختار أن تكون معلقة مغلقة في وجه الإعلام وكذلك في وجه الجماعير إذن نتمنا كل التوفيق إن شاء الله المنتخب الوطني المغربي في هذ المباراة ديال اليوم إن شاء الله على الساعة السادسة مساء بتوقيت المغرب أكيد حكم زياش كذلك العميد ديال المنتخب الوطني المغربي رومان سايس ما غادش يكون حاضرين فهذ المباراة لأنه كانت عندهم إصابة طفيفة وأكيد الوليد الرقلاجي ما غادش يقدر يغامر عليهم فهذ المباراة سوى لا قدر الله أنه يقدر يعتمد عليهم ولكن ما نظنش لأنه حاكم زياش ونصر المزروي ما تدربوش مع المجموعة بشكل مكتف فهذا التربوس الإعدادي كان تدريبا ديالهم بشكل انفراضي لكن غالبا ما غادش يكونوا حاضرين فهذا المباراة ضد الصيراليون يخليهم بش يكونوا واجدين إن شاء الله أمام منتخب طنزانيا في المباراة الأولى